إذن مشاهدين اتهامات داخلية جديدة تطال الرئيس الأمريكي جو بايدن بمغازلة النظام الإيراني طمعا بتوقيع اتفاق نووي حيث انتقد جمهوريون تأخرا تحرك المياه الديمقراطية الراكدة لإدانة قمع التظاهرات في إيران ونصرة المحتجين فبعد أكثر من أربعة أيام صمت أمريكي على اندلاع الاحتجاجات المنددة بمقتل الشابة مهسى أميني أبدى بايدن دعمه للمتظاهرين ووصف تحركهم من أجل تحصيل حقوقهم الأساسية بالشجاع لتلتحق بالموجة نفسها رئيسة البرلمان نانسي بلوسي كما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية شرطة الأخلاق الإيرانية وقاد أمنيين آخرين على قائمة العقوبات لتورطهم في انتهاكات حقوقية هذا التأخير قارنه جمهوريون بأسلوب الرئيس السابق باراك أوباما مؤكدين أن الاثنين باعا الشعب الإيراني لهوس باتفاق نووي مليء بالشوائب ففي عام 2009 انطلقت الثورة الخضراء تنديدا بعمليات تزوير شابة الانتخابات الرئاسية وأعطت محمود أحمد نجاد ولاية ثانية حينها هتف المتظاهرون بشعار واضح لأوباما وسألوه إن كان معهم أو مع المتشددين لكن أوباما حسم أمره باكرا بتجاهل الحركة حيث اتخذ بالنسبة بالسنة الأولى من ولايته قرار إبرام اتفاق نووي مهما كان الثمن وأنهى البرامج المعنية بتوثيق انتهاكات إيران لحقوق الإنسان مؤكدا لخامنئي احترامه لنظامه وكان بايدن في ذلك الوقت نائبا للرئيس وبحسب المراقبين يشكل بايدن نسخة جديدة لإدارة قديمة تهرول نحو إيران تقبل بشروطها وتقدم التنازلات المتتالية للعودة للاتفاق المذكور ورغم أن فارق التحرك بين أوباما وبايدن لإدانة قمع المتظاهرين الإيرانية هو ستة أيام لمصلحة الأخير إلا أن مراقبين استبعدوا أن تكون سرعة استجابة بايدن تنبع من الرغبة بالعمل أكثر على القضايا الحقوقية بل أرجع ذلك إلى فورة الإنترنت ووسائل التواصل التي تفرض ضغطا أكبر على بايدن للتحرك مما كان عليه سابقا مضيفين أنه لن يخاطر برفع سقف التحدي إلى حد يهدد الاتفاق